حسام المقاطعة ما راح يعني تسقط الشرعية عن الانتخابات معروف وحضرتك تعرف والسيادة القاضية أكيد يعرف أنه إحنا ما عدنا نسبة مؤوية تطي شرعية لانتخابات مثل دول معينة إذا ما وصل حجم المشاركة لـ 80 أو 90% هذه تعتبر انتخابات باطلة فهذه ما راح تفقد الشرعية لأنه أكو فراغ أنت ما تمليه راح يجي غيرك يمليه وهذه فكرة المقاطعة صدقني مودة قودها دوء يعني هاي القوة اللي لا تمتلك المال والسلاح تتقود هاي قوة هي تريد الناس ما يطلع حتى دول العشرة بالمئة العشرين بالمئة جماعت راح يمليون هاي المكانة وهذا أكبر خطأ يعني المواطن إذا يحسبها والقوة يعني الناشئة اللي معتها هاي الأدوات اللي يتمكنها إذا قدرت تقنع الناس راح يتغير المعادلة وفعلا لا سامح الله ممكن هاي تخوات إذا ما انتجت شيء راح نحن القادم مجهول صحيح تتعرف شلو اللي يقلق والنقطة المهمة اللي أريد أكد عليها وأتفق مع أستاذ الفقر فعلا اليوم إحنا عدنا بديالة أكو ناس تخاف من مرشحين أكثر من خوفهم من الأمل ما صدهم وتخاف من الجهاز سياسية صحيح خلينا نتجه إلى مدرابوليسي السيارات لو دولة بها قانون نتجه إلى دولة عصابات يقودوها مجموعة عصابات يعني يسيطرون عن الناس ويكتبون أفواحهم أنت تعرف شلو اللي يقلقني هسا جنابك تنتمي إلى قائمة اسمها تحالف قوات دولة نعم تمام يعني أنها تسعى من أجل تقوية الدولة على حساب كل مظاهر لا دولة واحدة من الأشياء اللي تقلقني أنا شخصيا إنه المرشحين اللي موجودين بالأحزاب الكبيرة والقوية الحد هاي اللحظة دا يستخدمون نفس المنهج في الترويج أبلط شارع أصلح مولدة والله العظيم أتاجر بآلام الناس أستغل حاجة الناس للخدمات أوزع فخوة الدجاج على تم منها شايفه بالله علي زين هذه استخدموها 18 14 10 ما استخدموها بعدهم كان يعرفون بالفين وستة هذا ينطيني ناتج منطقي إنه ما دام المنهج بالترويج لم يتغير لذلك المنهج في إدارة الحكم سوف ولن يتغير هذا رعب صدقني رعب صدقني أستاذ حسام الحمد لله إحنا ما عدنا هاي الأدوات نستخدمها ما وزع الدجاج يعني ولا فلا 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 يعرفون نهلي ديالي إحنا أنا حجتي أقوى لأنه أنا عندي مشروع أقدم للناس اللي يوزع الدجاج ويوقف فيه من المحاولة ياخذ صورة ويقول برعات المرشح الفنان هذا ما عنده مشروع لأنه ما عنده مشروع دولة هذا بعبارة عن مشروع إصابة مشروع يستغفر للناس ياخذ صوته ياخذ صوته ويوجد حتى يقعد مجلز النوب وهو هو استغفال لأنه طبعا مو حتى ياخذ صوته يقعد مجلز النوب لا حتى ياخذ سلطة يكمم وفاها الناس بها ولذلك هذه الانتخابات أخطر ما بها هو هذا أخطر ما بها هو هذا ممتاز